برأيك الإنسان يلي بيخلق من زغره من أول ما يخلق ببيت مأمن له كل شيء إذا بدك عم نحكي من المستوى العاطفة بالمستوى المادة كتير مرتاح على وضعه ما في شي ناقصه أبدا برأيك بتخلق عنده ثورة ضد المجتمع اللي حواليه شو ما عم بيصير فيه؟ أو رفض لوضعه الخاص بتولد عنده ثورة أكتر على المجتمع اللي حواليه؟ السؤال ببلش أصلاً هو شو بده؟ إذا كان اللي بده إياه هو اللي تأمنوا له بيكون يعني واحد سخيف ما هيك؟ لازم يكون سخيف كل إنسان بالدني إذا هو راضي هيك راضي هيك فإذا هو راضي بأنه سخيف ليش؟ تقل لك لاش لأنه أي إنسان لازم يكون عنده قضية قضية أبعد من ذاته يعني بيلك شيء أنه مثلاً هلأ بالعالم في فؤرة وأغنية في مستغلين ومستغلين بالآخر أنت مع مين؟ ما إليك حق توقفي على الحياد مظبوط في واحد عم بيظلم التاني أنت مع مين؟ هاو دي اللي بيعجولي نيعهم بالأميركاني وياي مبسطين بأميركا اللي حرق دين الناس العالم كله هاو دي ما إلهم انتماء بس ما تنسى أنه الغلط والصح كمان منظار كتير شخصي كل واحد بيشوف الغلط شي يوصح شي هلأ في عموميات في أشياء واضحة وين الغلط وين الصح بس أنه ما فيك تحكم على بس كمان المنطق تبعي بيوصل أنه كل إنسان متل ما بيطلع براسه بيعمل يعني يمكن يطلع يخلع عنده تفكير معين يمكن يخلع عنده تفكير أنه طالع عباله يقوص فليتان ما هيك فإذا لأنه طلع عباله فإذا معه حال لا أكيد لكل إنسان فرد مزاجه لكل إنسان فرد أفكاره ولكن الإنسان مش إنسان فرده بس هو جزء من جماعة ما هيك فهون الإنسان السوي هو اللي بيقدر يوفي بين مزاجه وحاجاته بين حقوق المجتمع والشي اللي بيفرضه انتماءه للمجتمع ما هيك من هون لو ما هذا الانتماء ما كان فيه شيء بدني اسمه سرقة لأن لو إنسان فرد آيم بذاته مين بده يسرق بسرق حاله لا فإذا يعني العلاقة انتماء الناس لجماعة يعني بيقلك شغلة إنه لو إنه الحاكمين عنا هون اللي بيحكوا عن الهدر لأنه أنت ملاحظة إنه هيدا البلد الوحيد بالعالم اللي كتير فيه سرقة بس ما فيه ولا حرامة لا 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 بدليل بدليل إنه وقت اللي بيسمع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب الوزراء النواب كلاتهم بيحكوا عن الهدر طيب اللي أخي الهدر ما بيعمله لا موظف عادي ولا مواطن عادي اللي بيعمل الهدر الهدر هي الكلمة المهزبة تبع السرقة هي اللي بيعمل السرقة بالمال العام بده يكون بموقع مسؤول فإذن اللي عم يسرقوا هني بموقع السلطة بعد ملتقى واحد منهم بعد ملتقى حرامي ههه شفت كيف؟ لو ما فيه شعب ما كنا منقول هوري عم يسرقوا لأنه ما كانوا عم يسرقوا حدا فإذن المسألة ما بتتوقف على مصالحهم وميزاجهم يعني مثل اللي عطيوكن وعطيو غيركن رخص التلفزيونات أنه وفق أي قانون وفق أي إحساس بمصلحة عامة أكبر دليل أنه أنتوا مثل الوقت اللي جيتوا تقولولي بنا ناخد منك حديث ألا زلني بشتغل سياسي مش رقاصة نحن ما مطلوب منه شعب نحن عم نسألك سؤالية رقاصة لا بس قلتول يتصوري أنه طيب أنا شو بشتغل أنا بشتغل سياسي كان شرق أنه لما فيه محط التلفزيونات أنه بتحكي مع نجاح وكيم حديث غير سياسي وليخيني شو بشتغل أنا يعني